كنا اتكلمنا فيها امبارح في حلقة كلام في الميديا وبالامس كان فيه مدخلة مهمة جدا للكابتن سيد عبدالحفيزة مدير الكرة في النادي الاهلي مدخلة الكابتن سيد اكدت بل عبرت عن المرحلة القادمة في النادي الاهلي واكدت كل المعاني اللي كنا عايزين نوصلها لجمهير النادي الاهلي من خلال قرائتنا للصحف والمواقع الالكترونية بالنسبة للمرحلة القادمة ورسالتنا كانت مباشرة لجماهير النادي الأهلي بالنسبة للمباريات القادمة والمباريات والبطولات التي إن شاء الله الأهلي سيدخل فيها ومنافسات سواء في الدور العام أو البطولة الإفريقية خلال الساعات القليلة القادمة وبدايتها مباراة دجلة إن شاء الله في استناف المشوار المحلي ومباراة الدور العام أمام دجلة إن شاء الله في أسابيع الدور العام اللي هتستعنى في خلال الفترة الجاية وكل 72 ساعة أو 96 ساعة مباراة مهمة جدا في الدور العام فبالتالي إمبارح كنا بنتكلم عن أولويات وتحديات أولويات إن إحنا عندنا بطولة إفريقية وعندنا مباريات محلية وضغط مباريات غير طبيعي محتاجين نركز فيه التحديات إن جماهيرنا تركز قوي في المسندة والدعم للفريق الفترة الجاية والكابتن سيد إمبارح في المداخلة كان بيتكلم على فكرة إن أي أمور بتصار حول الفريق خلال الفترة الحالية بخصوص صفقات أو انتقالات في ظل طبعا إن انتقالات الشتوية في يناير القادم خلاص على الأبواب والحديث كتير قوي خلال الفترة الحالية حول هذا الموضوع لكن الإجابات القاطعة اللي أكدها الكابتن سيد أكدت على كل المعلومات اللي ذكرناها بالأمس في فكرة إن حتى هذه اللحظة الجهاز الفني أو الأهلي ما لعبش في الدورة غير أربع مباريات من هنا لغاية 31 يناير مش بداية الانتقالات الشتوية لا 31 يناير فيه متغيرات كثيرة جدا ممكن تحدث في عالم كرة القادم ومباريات كرة القادم تحديدا ممكن يحدث فيها أمور كثيرة جدا لذلك كل الأخبار أو كل المعلومات هي عبارة عن اجتهادات ولما تكون الاجتهادات الصحفية بتختلف المعلومة من مصدر لآخر هنا انت مش بتعبر عن المعلومة الرسمية أو عن المصدر الرسمي فبالتالي هنا ممكن المعلومة يكون فيها آراء أخرى أو قد تكون آراءة صحيحة أو آراءة غير صحيحة بعد كده مع الزمن الناس بتعرف الخبر ده إذا كان صح أو غلط لكن بشكل عام الرسالة اللي عايزة أوصلها أن الخبر الرسمي أو المعلومة الرسمية حتى هذه اللحظة في أي موضوع بيخص النادي الأهلي في المرحلة القادمة هي كلها أخبار عبارة عن اجتهادات وبالتأكيد بنحترم اجتهادات كل الزملاء الصحفيين لأن البعض منها قد يستند إلى مصادر رسمية أو مصادر غير رسمية لكن لما بنلاقي فيه تضارف في الأخبار ما بين جورنان وآخر أو موقع وآخر هنا خلاص بقى المعلومة عبارة عن اجتهاد وبالتالي الاجتهاد هنا قد يستند إلى واقع أو قد يستند إلى اجتهاد أو يستند إلى تخيل لصاحب هذا الموضوع أو كاتب هذا الموضوع وفي النهاية كل قدر إمكان بيحاول يكتهد في الفترة الحالية لكن المهم بالنسبة لنا أن نلتزم بالمصداقية ومهنية تقديم الحقيقة من مصدرها الحقيقي وهو النادي الأهلي من خلال منبره الرسمي سواء الموقع الرسمي أو القناة الرسمية قناة النادي الأهلي اللي احنا بالتأكيد بنسعد اللي احنا بنطل من خلالها على كل جمهير النادي الاهلي في كل مكان وبالتأكيد بيبقى شرف كبير لنا لما بنكون بنعبر عن الصورة الرسمية للنادي الاهلي من خلال احدى منابره الاعلامية قناة النادي الاهلي